يا جماعة وإحنا نتكلم مع الرجالة فهقالوا لي حاجات مفرحة في خبر مفرح هم يعني إسلام كان بتكلم فيه وقال إن في حاجة هنا في مصر الحاجة دي قد قد تكون بريقة أمل هنسمع عن تفاصيلها مع إسلام عايزين الحاجة من غير طبعا الإشارة اللي أسمع إيه اللي بيحصل في مصر هنا بريقة أمل يقول إن إحنا ممكن يكون عندنا مثلا بعد خمس سنين جيل هذا الجيل ممكن ينافس على الدخول في مربع الذهبي لكأس العالم مش التأهل لكأس العالم ولا الأداء المشرف لكأس في كأس العالم ها تمام في البداية كان في آخر سنوات أول الفينيات كان في سكاوت منشستر يونيتد في أفريقيا الراجل ده طبعا ده منصب مهم جدا بالنسبة لهم سكاوت منشستر يونيتد في أفريقي يعني الكشاف بتاع منشستر في ده طبعا كل الأنداء الكبيرة أو أغلب الأنداء الأوروبية عندها سكاوتس منتشرين في كل المناطي في العالم يعني فالراجل قرر من استقيل إحنا برده عنده كده اه طبعا الراجل قرر من استقيل والناس قالت إن الراجل ده أكيد مجنون إزاي بيسيب موزيشن مهم زي ده في نادي كبير زي منشستر نايتد وطبعا ده كان في أوج تألق منشستر نايتد والراجل إزاي بيسيب البوزيشن ده ويطرح يعمل إيه تكتشف مين تقريبا ولكن الفكرة إن الراجل قال إن أفريقيا مليانة موايب كتير قوي مش لازم تطلع على منشستر نايتد على طول ممكن تعد على محطات تانية قبل ما توصل لمنشستر نايتد لحد ما تستوي زي ما بنسموها بالبلد هنا فالراجل قرر استقيل وراح لغانا وتواصل مع الحكومة الغانية وقرر إن ياخد منهم حتة أرض الأرض دي عمل فيها ملاعب كان أغلبها ترابية ووصل إن هو كان كل سنة تقريبا بيعمل اختبارات لفوق الثلاثين ألف طفل في البلاد بتاع غرب أفريقيا معلش التجربة دي بدأت سنة كام تقريبا أواخر يعني تسعة وتسعين ألفين حلو ده تمام مع الوقت الراجل بدأ يجمع الولاد الصغيرين وبدأ يعمل لهم زي كامب الكامب ده الولاد بيقعده فترة معينة ويرجع بيته أجازة لفترة معينة ويرجع تاني الفترة دي الولد بيتعلم وتدرب كورة بشكل ممنهج زي ما بيحصل في أوروبا المدربين دايما بوجبه التطورات اللي بتحصل في أوروبا تصرف على المدربينين كويس جدا مش بس وكده لا الراجل كمان يشتغل على الولاد ثقافيا وتعلميا عشان الولد يبقى قدامه طريق من ثلاثة في النهاية قولها تاني الله يكرمك يشتغل على الولاد ثقافيا وتعلميا ورياضيا ليه بقى؟ يعني دايما الرياضي الزكي والشاطر دايما نسبة نجاحه بتبقى أكبر من اللعيبي لو ما عندوش مينتاليتي أصلا خالص فالراجل يشتغل على الحاجات دي طيب اختبارات اللي عالي بتتمي إزاي؟ اختبارات للولاد في السن ده مش بتتم عن طريق كورة بس انت نجحت في الكورة بيبدأ يتم اختبارك عن طريق الزكاء وحاجات تانية كتير قوي وبتعمل لهم تحليل وحاجات مهمة جدا خاصة بان انت بتبني لعيب كورة من آخر طيب يعني شبيندفع مثلا 500 جنيه ولا حاجة؟ لا 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 بيصرف من ايه توزد الحاجة التانية ان انت بيقى قدامك طريق من اتنين ان انت تلعب في الدور الغني مستقبلا او ان انت تحترف فيه ربا او ان انت تاخد سكولر شب في امريكا ان انت المفروض ولد متفوق تعليميا فبتاخد منحة تعليمية في احدى الجامعات الامريكية مش بس وكده عشان تمثلهم رياضيا بالنسبة للجامعة دي مع الوقت يعني يا سكولر شب تعليمي اه خلاص يعني انت داخل في مكان المكان ده بيأهلك بيأهلك تعليميا ورياضيا ورياضيا يعني فكرة ان انت بشغال مش بس يعني لو مستقبلك في الكورة ممشيش انت ممكن بتكمل اه كحد لي مهنة معينة بيضمنك انت تكون انسان سوي من الاخر يعني الراجل فضل نجاح جدا لحد ما في يوم النجاح بتاعه ده وصل انه راح اشترى في الدنمارك نادي نورشلاندي الدنماركي لما اشترى النادي الدنماركي ده فيه سنة مسين اعتقد 2018-2019 لعب تشامبز ليج ولاعب دور المجمعات في تشامبز ليج مش بس وكده ده كان البوابة اللي بيخرج منها اللاعبة المواهب بتاعته لأوروبا عشان يبقى الخروج لأوروبا اسهل من هو يروح يجيب الاسكاواتس بتوع الاندي الأجانب ويبصوا على اللاعبة بتاعته في 2019 اللي عملوا برا نيجي با يا جماعة على اللي حصل هنا في مصر بريخة أمل فأواخر 2019 أحد رجال اللي عمال مصريين قرر ندخل في تفاوض مع الراجل وبالفعل اشترى المشروع بالكامل بالنادي ولكن الراجل كان ليه حق الإدارة اللي هو المؤسس المشروع الأولين وفعلا المشروع ده اتعمل في مصر تقريبا بدأ من السنة اللي فاتت والمشروع ده كان بارقة أمل أنه فيه اثنين مشاريع كمان اتعاملوا في نفس القصة أو في نفس الاتجاه الولاد دول مش بيلعبوا كرة مش بيلعبوا دوريات بتاعت البراعم والنشين لأنه احنا عارفين دورات البراعم والنشين بتأثر بشكل كبير جدا على الولاد وعلى مستدر طورهم والنتائج لأن الأسد ودور على النتائج بداية النشئين عندنا كفة كتير جدا تدور على النتائج حتى نحن ننتقل مواهب بيدور على لعب طويل يرميلوا كرة طويلة هو لأ هو بيدور على أسلوب لعب تاني ويطلع على بيدور على مواهب بقى طيب ده عظيم ولو روحت اتفرجت عليهم هم عندهم سيستم ممتاز جدا هم الثلاث مشاريع دول حقيقة عندهم سيستم محترم جدا أنه هم بيلعب كرة على الأرض بيحاول يلعب كرة اللي هي الحديثة اللي العالم كله بيلعبها مايش بيبص للنتائج عنده منهج في الكرة لازم الكل ينفزه لازم الكل يلعب عليه طيب ممكن لأسأل سؤال اتفضل لو أنا عندي ابني وعايز أقدم له في الأكاديمية دي أو دي أو دي رقم واحد سن القبول فيه سن معين هم عندهم سن كل سنة بيشتغل عليه السنة دي تقريبا أعتقد أن هم بدأوا يشتغلوا على سن من موليد 2014 لحد 2016 ده أغز أصغر سنة يشتغل عليه 2014 يعني كم سنة دلوقتي عشر سنة 2014 عشر سنين عشر سنين ده ماشاء الله ده فيه ناس بتفهمهو طب ده كويس يعني يعني ممكن لدخل ابني عنده عشر سنين أحد هذه الأكاديميات التلاتة صح كده طيب ده رقم واحد رقم اتنين هم بيتعلموا هناك رياضة بس ولا النموذة كله تم استنسخه هنا في مصر يعني بيتعلم حاجات ثقافية وحاجات تعليمية فيه واحد فيهم بيتعلم بلده لو الأصلي الأصلي واخد الولد تحت يده تقريبا الفول تايم ستة سابيع والولد بروح عشر تيام لوصلته وفيه اتنين تانين لأ بيديوا لولاد دروس وبيحاول يدي لولاد كالتشر بيغير الثقافة الكالتشر بيكجروند عند الولاد بيخلي الولاد مؤهلين بشكل ثقافي أكتر يعني عشان يبقى عندهم من تلاتي بشكل كبير جدا طيب رقم ثلاثة اه هي المعايير التي بناء عليها يتم قبول اللعيب ده او الناشئ ده في الأكاديمية او لا هي كلها معايير سكاوات اللي بيحصل في العالم كله دلوقتي انه بيبص للبروفايل بتاع اللعيب اللي بياخده هل اللعيب ده مهاري تبزاكي ولا لا لان فيه ولد ممكن تدوله القرى رأس الفريق كله بس انت ما تيجي تتعامل مع الولد كايكيو يعني بدنيا وسمات شخصية اه وسمات شخصية ده مهم جدا عندهم والتجربة دي نكحة في مصر طبعا احنا لسه بقىنا سنتين او سنة ونص يعني حد الوقت نكحة طبعا احنا والله دي حاجة والله يعني مش عارف اقول ايه انا بقيتش عارف اتكلم بس دي بشرة بشرة خير والله وباريخة امل ان الحمد لله لو ده استمر يعني عندنا هنا في مصر يعني ممكن يكون فيه حاجة هتحصل مهمة هنفرح بنواة المنتخب المصري لكررة القدم بعد ثلاث اربع خمس خمس سنين وعلى فكرة اشهر خارجي الاكاديمية دي قدوس محمد نجم منتخب غنى لسجل في منتخب مصر جونين والسنة دي واحد من افضل لعيب البريمير ليج والنادي وستهام قدوس محمد ممكن بعد سنتين بالزلط او سنة تقريبا هيتبعه برقم كبير جدا من وستهام بس في نقطة انا عايزة ازودها بس المغرب اما عملت اكاديمية ايوه بكده رحت عملتها في المناطق الفقيرة اللي هو ما عندهمش الاكسس للوصول للعاصمة والنواد اللي في العاصمة والحاجات دي فتمنى ان لو احنا في مصر بنمر اكاديمية تريبا محمد بن خامس اوه دي معمولة في مناطق صعب يعني الناس اللي ما بتعرفش تروح كذا وبتعرفش تروح الدار يعني اللي ما بيررفوش يروحوا لمدن الرئيسية في المغرب فدي حاجة كويسة فانا اصدف مصر ياريت كمان لو احنا حنيتم بالحاجة اللي موجودة في القاهرة يبقى احنا عندنا كمان اماكن اللي هي اللي انت بتبقى عارف ان ممكن يكون فيها مواهب وصعب انها توصل لاندية زي الصعيد زي الاطراف بتاعة مصر الحاجات دي ناخد من التجربة المغربية جزء منها ان انا نروح للمناطق اللي هي ببقى عارف انه بيبقى صعب ليوصل للاندية عكس القاهرة اللي مليانة اندية يعني احنا مثلا في مصر انا تلاقي في القاهرة كم كبير جدا من الاندية والناشئين الموهبة ممكن لو مراحتش الاكاديمية دي تلاقيها ممكن توصل في نادي او في كذا بس فيه مواهب اكم من مواهب ومصر بيتم اهضارها لانه معندوش الاكسس اصلا انه يوصل انه يمارس الكرة في نشاط احترافي نعم حاجة خليفة حاجة بس هو نتيجة التجربة اللي المغربة بدأوا فيها من سنين ايه النتجاته؟ رابع العالى فالمنضوع دائما وابدا الناحي ده واحد من افضل اللعبة في المغرب هو احد افرازات الاكاديمية ويسوف النصيري اقول لك رقم تخيل شافه كام ولد السنة اللي فاتت لفه مصر كلها لفه فعلا مصر كلها الاكاديمي اللي انت بتكلم عليها تخيل شافه كام ولد احنا لأسف يا جماعة احنا يعني كان ودينا ان احنا نقول ما هي الاكاديمية ديا بس لأسف عشان مش هينفع نقول اسم الاكاديمية عشان ده برايفت بيزنس نشاط خاص فمش هينفع ان احنا نعلن عن اسم الاكاديمية تسهل عايز يعرف اسم الاكاديمية ممكن يعمل سيرش بقى عليه وهو المفروض كمان ده رول موديل كمان لناس كتير تشتغل في مصر مية وعشر مليون تخلت شافه كم ولد قول رقم في مصر 80 ألف ولد لا إله إلا الله 80 ألف ولد عن دوم بيانات بشكل مستبيع ابنك مثلا لو راح طبعا لما الولاد بيدخله بيتعامل كم وبعدين بيتصفه بعد كم أسبوع لما الولاد بيمشي بياخد فل ريبورد عن كل حاجة خاصة بالولاد كل حاجة حتى دراسية هو أنت قلتلي أنه هو بيقبله من سن عشرة لغاية سن كام يعني الولاد بيطلع من الأكاديمية لا خلاص هو السن الأكبر كله يعني 2012-2011-2010-2012-2011-2010-209 ده خلاص ده تقفل مش يشوف حد فيه تاني تمام كل سنة بنزل كل سنة بنزل كل سنة بنزل ده عظيم والهدف بتاعه أنه هو اللعيبة دي يسوقها بر مصر بر مصر صح؟ مش في مصر بي عندهم نادي في أمريكا ونادي في الدينوار وعندهم في البلان بتاعهم تقريبا احتمالنا دي في انجلتوران يا جماعة كرة القدم كرة القدم في العالم هو بيزنس وبما أن بما أن أن الحاجة دي بقى اسمها بيزنس يعني بيتدار بثقافة البيزنس فلازم معايير البيزنس يتم تطبقها عليها فما ينفعش أن احنا نشتغل بي العقلية بتاعة كرة القدم في الستانات والسبعينات لالفين اربع وعشرين خالص صح؟ أم لا أتكلم غلط؟ بالضبط طيب احنا أخذنا يعني الحديث له شجون وروحنا بس والله أنا أفرحت مهمة أنا أفرحت والله لما قلتلي أن فيه تجربة هنا في مصر بتعمل ده انت قلتلي 80 ألف شافوا دلوقتي بقى حاليا كم طفل مقيد في الأكاديمية دي تعرف؟ بس أعتقد يعني أعتقد مثلا فرت موليد 2012 كنت موجود معهم في ماتشم يعني أني أنا شغال في واحد من الثلاثة دول عندهم كم تقريبا 14 طفل هم مش بيأخد عدد عشان يعرف يفوكس مع الوقت يعني وأغلب المدربين اللي عندهم أجانب أجانب أفرقى أفرقى بالسدارسين وغدية اللايينسز كلها اللي هي تتحلم أن هم يتعاملوا مع السن ده بشكل طيب والله انت أثلجت صدورنا والله يا إسلام شكرك شكرا جزيلا نعم